السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة الزكال الصناعي. بقى سهر جدا تدي له برومت يبدأ عمل لك فيديوهات بالشكل ده. ده طبعا اثر كتير جدا على صناعة الافلام. طيب خلينا نقول له try now. زي ما تشايف مجرد تكتب برومت يبدأ هو يعمل لك فيديو بالشكل ده. طيب لو انت عاجبك اي برومت ممكن ان انت تقول له copy وتبدأ ان انت تكتبه وتبدأ ان انت تشغل بي. وفيه بدأ يظهر عندي حاجة تداء حاجة جديدة مسلا زي كده او كده. طيب خلينا نجرب. حاجة زي دوت كده مسلا. ممكن تدي له صورة. وهو يبدأ اشتغل على الصورة ديات. مسلا ممكن ادي له صورة مسلا زي كده. زي ما انت شاف فيه عنده حاجة كده جدا اشكال جاهزة. وتقدر تحط صورة انت عايزة او تقول له هو يبتكر لك الصورة. ممكن تدي له برومت او تاخد برومت من هنا جاهز. وتقول له. وريني الفيديوهات بتاعتك. تقدر تقول انا عايز اتشغل على الانواحي. طبعا 1.5 هو الاحداث في هيكون اقوى. كل ما يكون الرقم اكبر كل ما يكون فيه امكانيات اعلى. دي مسلا حاجة انا كنت عملتها قبل جده. ده مسلا كان متأثير. اديت الصورة وبدأ ان هو اعدل فيها بالشكل دو. هنا اديته صورة وصورة وصورة اللي بتحقي المتكلم. وده فيه وكل واحدة من الدول تقدر تستخدمها تاني. وتقدر تجي هنا تتنظمه في فولترات تقدر تعملها ديليت. ففيه خطعة كثيرة جدا. انا شغل على الاسفل مجانية فعشانك بياخد وقت على ما اعمل لك الحاجة. لكن هو كل شوية بيضيف لي مؤثرات جديدة. تقدر انت تجربها. تقوله 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 على استخدامه تاني تقدر تكتب تقدر تختار مؤثر من دول مسلا. وتقوله يبدأ يعمل. صراحة لما بدأت اعمل بس هو بيقول ان تكريد بتختلص. فلازم تعمل افجريد. طيب فيه موقع تاني برضو اسمه كريادا. اي اي اي. ممكن تقوله انا عايز اعمل الصور. دي جالر اللي موجودة. ممكن تقوله انا عايز اشغال على الريلتايم او فيديو او النيميتور. ممكن تيجي هنا تلاقي بعض الحاجات البسيطة اللي انت ممكن برضو تستخدمها زي ان انت تتدرب الذكاء الاصناعي. ممكن تدي بعض الصور يبدأ ان هو يتعامل معها. طيب ممكن نقوله انا عايز حاجة في الريلتايم. يعني في الريلتايم يعني اي حاجة ترسمها هنا. وتقوله انا عايز ايه? يبدأ ان هو يعملها لك. يعني مسلا انا عايز رابط ارينب مسلا. اي حاجة بتعمل هنا هو بيشكل لك عليها يتقريني بوه. يلغي دوة يلغي لك الاف نبدة. بعمل لي حاجة بالشكل دوة. ممكن بقى ايه تقول له انا عايز ايستخدم صورة عايز ايستخدم اشكال مسلا معينة اهو. اي حاجة بتبدأ تعملها بيبدأ ان هو يشكل لك الريلتايم زي ما انت عايز. فخطير فكرة ان انت تتعمل حاجات بالسرعة الجملة ديت. ممكن تقول له انا عايز اه اه هنا تعمل لك صور. رابط. ويز ليونز. وقول له بقى انا عايز ممكن تتدي له ستايل معين. ولكن ده مسلا وتقول له جنريت. زي ما شاف سريع جدا ما اخدش ثوانيه وبدأت تظهر الصور. ودي صور معمولة لك. باش لحدي ثاني. ممكن تيجي هنا بعد جهة تقول له انا عايز اعمل فيديوهات. خلي هنقول له رابط. مش عارف لين كنت تعلم الكلمة جديدة اقول له ايه. وممكن تقول له اعمل لي ستارت فريم مثلا. بتدي له صورة يبدأ منها. محتاج افجريد. انيميتر. انيميتر دي اشي. حاجات موجودة جاهزة. ومحطوط هنا التيكست اللي هو هيبدأ ان هو ينفذها. فممكن تيجي هنا وتغير الكلام المكتوب او تغير الصورة ديت. تقدر تقول له انا عايز احط الصورة مسلا معينة. مريقوا مسلا الصورة ديت. وهنا برضو اقول له انا عايز الصورة تانية. بالشكل دوت. وممكن هنا بدل اقول له ايجيبشن بوي. فبيبدأ يعمل لك الصورة ويبدأ يعمل لها حركة بحيس يبقى فيه اناميتر. دي الصورة دي اللي انتم شايفينه الانوميتر الذي بديه انا اللي كنت عامله برضو. ده اديت الصورة وبدأ النواة يتعامل معها. زي ما تشاب فيه تطور كبير جدا في الزكاء الصناعي. يعني قريب قوي راح مدي له القصة بتاعة نجيب محفوظ مسلا من القصة كلها يبدأ ان هو يعمل لي الفيلم. يبدأ هو يقسم ويبدأ ان هو يطلع الفيديو كل حاجة. دي صورة انا عملتها من خلال الموقع الجميل دوت. انجرد لطلو مبنى مسجي فبدأ يعمل لي حاجة بالشكل دوت وتقدر تقول له ترن انت فيديو لكن ما عندش نقط طبعا فهيفضحني. عندنا هنا انهانس لو عندك اي صورة تقدر ان انت تقول له انا عايز اعمل انهانس فتكبر لك بتاحها باحيز انها تكون اكسر وضوحها. وهنا تقدر تحكم بقى في الاسبكت راشيو اللي هو الطول والعرض الدقيه والحركة نفسها الدقيه وعايز يبقى فيه اللوب للفيديو يعني اول ما يخلص يبدأ اشتغل تاني ولا لأ زي ما انت عايز. وهنا تعد سواني تقدر تزود ساني كمان او تطرح ساني كمان زي ما انت عايز.